عند نهاية شهر رمضان بكتر الجزء حول ذكاة استدرس ففي ناس يجدوها من الثال انهم يخرجوها من نقطة وفي بعض الأم يقول لازم تخرج من غالب قوت الناس فمن رأي بعض الأم ايش يقوله بلا سير من غالب قوتها للبلد قمحا او غزا او نعم نعم لا شك ان الاولين مخطئون الذين يقولون بجواز اخراج صزق الفتر نقودا هم مخطئون لانهم يقالفون نص حديث الرسول عليه السلام ذي يرويه الشيخان في صحيحيهما من حديث عبد الله ابن عمر ابن القطاب رضي الله عنه قال لا فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدقة الفتر صاعا من تمر او صاعا من شعير او صاعا من اقض فعين الرسول عليه السلام هذه الفريضة التي فرضها الرسول عليه السلام ائتمارا بامر ربه اليه ليس نقودا وانما هو طعام مما يختاته اهل البلد في ذلك الزمان ومعنى هذا الحديث ان المقصود به ليس هو الترفيه عن الناس الفقراء والمساكين يلبسه الجديد والنظيف وروا الى اخره وانما هو اغناءهم من الطعام والشراب في ذاك اليوم وفي ما يليه من الايام بعد العيد وحين اقول بعد العيد فانما اعني ان يوم الفطر هو العيد واما اليوم الثاني والثالث فليس من العيد في شيء اطلاقا فعيد الفطر هو يوم واحد وعيد الاضحاء اربعة ايام فالمقصود بفرض صدقة الفطر من هذا الطعام المعهود في تلك الايام هو اغناء الفقراء والمساكين في اليوم الاول من عيد الفطر ثم ما بعد ذلك من ايام طالت او قصرت فهينما يأتي انسان ويقول لا نخرج القيمة هذا امطع للفقير هذا يخطئ مرتين المرة الاولى انه خالف النص والقضية تعبديه هذا اقل ما يقال لكن النهي الثاني خطيرة جدا لانها تعني ان الشارع الحكيم ألا وهو رب العالمين حينما اوحى الى نبيه الكريم ان يفرض على الامة اطعام صعب من هذه الاطعمة مش داري هو اولا عارف مصلحة البقراء والمساكين كما عرف هؤلاء الذين يزعمون بان اخراج القيمة افضل لو كان اخراج القيمة افضل لكان هو الاصل وكان الاطعام هو البدل لان الذي يملك النقود يعرف ان يتصرف بها حسب حاجته ان كان بحاجة الى طعام اشترى الطعام ان كان بحاجة الى شراب اشترى الشراب ان كان بحاجة الى ثياب اشترى الثياب فلماذا عدل الشارع عن فرض القيمة او فرض دراهم او دنانير الى فرض ما هو طعام اذا له غايه ولذلك حدد المفروض الا وهو الطعام من هذه الانواع المنصوصة في هذا الحديث وفي غيره فانحراف بعض الناس عن تطبيق النص الى البديل الذي هو النقد هذا اتهام للشارع لانه لم يحسن التشريع لان تشريع هنه افضل وانفع للفقير هذا لو قصده كفر به لكنهم لا يقصدون هذا الشيء ولكنهم يغفدون فيتكلموا بكلام هو عين الخطأ اذا لا يجوز الا اخراج ما نص عليه الشارع الحكيم وهو طعام على كل حال وهنا ملاحظة لابد من ذكرها لقد فرض الشارع انواعا من هذه الاطعمة لانها كانت هي المعروفة في عاد النبوة ورسالة لكن اليوم وجدت اصعمة نابت مناب تلك الاصعمة فاليوم لا يوجد من يأكل الشعير بل ولا يوجد من يأكل القمح والحب لان الحب يتطلب شيئا اخر وهو ان يوجد هناك الطاهونة الجاروشة ويطلب ان يوجد مع جاروشة تنور صغير او كبير كما هو لا يزال موجودا في بعض القرى فلما هذه الاطعمة اصبحت في حكم المثروك المهجور فهيجب حينئذ ان نخرج البديل من الطعام وليس النقود لاننا حينما نخرج البديل من الطعام سلنا مع الشرع فيما شرع من انواع الطعام المعروف في ذلك الزمان اما حينما نقول نخرج البديل وهو النقود ورد علينا ان الشار الحكيم ما احسن التشرية لاننا نقطع جميعا على ان النقود هي اوسع استعمالا من نوعين الطعام لكن لما رأينا الشار الحكيم فرض طعاما ويجدنا هذا الطعام غير ماشي اليوم حينئذ لازم نحط طعام بديله بديله مثلا الرج اي بيت يستغني عن اكل الرج لا احد لا فقير ولا يني اذا من طالع بدل القمح من طالع ايه الرج او من طالع السكر مثلا او برغل او نحو ذلك مما هو طعام يوجد في بعض الاحاديث الاقت والاقت هو اللي بسموه انتم هنا الجميل اللبن اللبن مجمد نعم ممكن الانسان يطالع من هذا الطعام لكن حقيقة بالنسبة ان نحن في سوريا في العواصم مش معروف الجميل لكن في كثير من القرى معروف فاذا اخرج الانسان جميدا لبعض الفقراء والمساكين ما يشي الحال تماما بس هذا يحتاج لشيء من المعرفة ان هذا انسان يستعمل جميل ولا لا الذي الا هو ان هو يغلب استعماله كذلك منصوص في بعض الاحاديث التمر لكن اعتقد ان التمر في هذه الولاد لا اكثر استعماله كما يستعمل في سعودية مثلا فهناك طعام مغذي وربما يعني يقيتهم ويغنيهم عن كثير من الاطعمين المهم الواجب ابتداء واصالة اخراج شيء من هذه الانواع المنصوصة في نفس الحديث ولا يخرج الى طعام اخر كبديل عنه الا اذا كان لا يوجد حول فقراء ومساكين يأكلون من هذا الطعام الذي هو مثلا كما قلنا الاقت الجميد او التمر كذلك الزبيب مثلا الزبيب عندنا يوكل لكن ما هو ايش ما هو طعام اليوم يدخر ويقتاتون به فالاحسن فيما نعتقد والله اعلم هو اخراج الارج ونحو ذلك كما قلنا البرغل ويش هذا اللي الافريكي الافريكي هذه يعني اقوات يأكلها كل الطبقات من الناس اثناء